صباح الفل عليكم كلكم على جيسر عربي قناة جيسر عربي قناة العرب في إيطاليا مستنين إعجابتكم مستنين اشتراكتكم مستنين مشاركتكم شكراً لكم كلكم وشكراً لكل المتابعين إحنا موجودين في الحلقة الرابعة من الرخصة من الكتاب وإحنا شغالين من كتاب منوالة بي لينجوى ديلا باتينتة أبي تمام؟ وموجودين في الحلقة الرابعة وآخر جزء من أجزاء الباب الأول وتحديداً في صفحة 22 وهنا معانا أوتوسترادة استرادة أكسترا أوربانة برينشيبالي أوتوسترادة اللي هي الطرق السريعة وسترادة أكسترا أوربانة برينشيبالي هي الطرق الرئيسية خارج المدن الطريق السريعة اللي هو اسمه أوتوسترادة بيكون متحدد بعلامة لفتة لونها أخضر وهذه العلامة بتكون في بداية الطريق وفي نهاية الطريق بتكون نفس العلامة ولكن عليها خط أحمر مائل معناه أن انتهى الطريق السريع والطريق الرئيسي خارج المدن أوسترادة أكسترا أوربانة برينشيبالي بيكون متعلم بلافتة لونها أزرق وفي نهاية الطريق بيكون نفس اللفتة لونها أزرق ومتعلم عليها علامة حمراء معناها أن انتهى الطريق الرئيسي خارج المدن معنا هنا صورتين أول صورة اللي هي العلامة الزرقاء وهي علامة الطريق الرئيسي خارج المدن طبعا علامة البداية تمام وهنا مكتوب عليها يعني بداية طريق رئيسي خارج المدن طبعا لما بينتهي الطريق نفس العلامة بيكون عليها خط أحمر بينما العلامة الأخرى هي علامة خضراء طبعا هنا علامة نهاية لأنه عليها الخط الأخضر مكتوب عليها فينا أوتوسترادة يعني نهاية الطريق السريع طبعا في بداية الطريق السريع بيكون نفس العلامة ولكن بدون الخط الأحمر تمام نتعرف على الطريقين بشكل أوضح وهنا مكتوب معانا هنا يعني الطريق السريع والطريق الرئيسي خارج المدن وهنا مكتوب يعني طريق كبير طبعا مقسم إلى طريقين للمركبات يعني هنا طبعا الاتنين كارجات منقسمين عن طريق سبارتي ترافيكو إحنا أخذنا قبل كده اللي هو الحاجز الذي يحجز ما بين طريق للمركبات وطريق آخر للمركبات يبقى هنا في اتنين كارجات ومقسمين عن طريق لوس بارتي ترافيكو وهنا إيم فالي كابلة طبعا الوس بارتي ترافيكو لا يمكن أن نتخطى إيم فالي كابلة تمام وهنا شواء بمعنى أوني كارجاتة أستنسو أونيكو بمعنى أن كل كارجاتة أو كل طريق من طريق المركبات هو ذو اتجاه واحد للسير يعني إحنا عندنا الطريق السريع اللي هو أوتو سترادا والطريق خارج الموضن سترادا أكسترا أوربانا برينشيبالة هما بيكونوا ليهم اتنين كارجاتة يعني طريقين من طرق المركبات ومقسمين عن طريق حاجة اسمها سبارتي ترافيكو تمام يعني كل كارجاتة مستقلة بذاتها منفصلة عن أختها تمام ودي اتجاه واحد للسير ودي اتجاه واحد للسير يعني واحدة رايح واحدة جاي تمام وهنا أوني كارجاتة يعني كل طريق من طرق المركبات أدوة أوبيو كورسية لديها حارة حارتين للمرور أو أكثر طبعا ده طريق كبير يعني كل اتجاه بيكون على الأقل حارتين للمرور ماشي ممكن يكون طبعا فيه أكتر وهنا تشيسونو يوجدون لكورسية حارات المرور بير انتراري حارات المرور التي تستخدم في الدخول اللي احنا أخذناها قبل كده اللي هي اسمها أتشيلي راسيوني ماشي وهنا بير أشيرة وشيرة وللخروج اللي هي دتشيلي راسيوني يعني عشان ندخل بندخل عن طريق حارة التسريع أتشيلي راسيوني وعشان نخرج بنخرج عن طريق حارة التبطيء اللي هي دتشيلي راسيوني بوسونو ينتراري يمكن دخول سولو تشارتي باكولي يعني نوعيات محددة للمركبات مش كل المركبات ممكن أن تدخل على هذه الطرق يعني لازم ندفع طبعا لدخول الطريق السريع أو استخدام الطريق السريع يعني لا توجد تقطعات على نفس المستوى وهنا نونشي سونو إنكروتشي سولو ستسو ليفلو قناها وهنا إبارنالي يعني الساجو بريابلة يعني العلامات ذات الرسائل المتغيرة نونسونو أبليجاتوري يعني ليسوا إكباريين نونسونو أبليجاتوري تمام؟ أوكي باني سيمو يبقى عندنا إحنا عندنا نوعين من أنواع الطرق بنتعرف عليهم الطريق السريع اللي هو أوتوسترادا قلنا لفتة خضرة في الأول ولفتة خضرة عليها خط أحمر في الآخر خلص والطريق اللي هو رئيسي خارج الموضن اللي هو استرادا أكسرا أوربانا وقلنا نهاية بيكون لفتة زرقاء في الأول ولفتة زرقاء في الآخر عليها خط أحمر خلص الطريق طيب الطرق دي مواصفاتها إيه؟ مواصفاتها أن هي بيكون فيها اتنين كارجات يعني فيها طريقين من طرق المركبات وكل طريق مستقل بذاته بمعنى هم مفصولين عن بعض بحاجة اسمها سبارتي ترافيكو ولو سبارتي ترافيكو ما ننفعش إن إحنا نتخطى يعني كل اتجاه لوحده ده اتجاه رايح وده اتجاه جاي تمام؟ كل كارجاتة أو كل طريق من طرق المركبات بيكون فيها اتنين كرسية يعني أحارتين للمرور أو ممكن أكتر أوكي بس أقل شيء هو اتنين كرسية تمام؟ والطرق دي طبعا مش أي أنواع من أنواع المركبات تقدر أنها تمشي فيها يعني لازم تكون أنواع مخصصة نتعرف عليها ولكن غير كده مش كل الأنواع تقدر تمشي فيها الرسائل المتغيرة في هذه الطرق ليست إجبارية طرق دي بتتميز بأنها لها حارات مرورية أو كرسية للدخول وكرسية تانية للخروج تمام؟ طبعا الكرسية أو الحارة المرورية الخصصة للدخول اللي نتعرفنا عليها قبل كده اسمها كرسية تاتشيلرسيوني هي حارة التسريع و الدخول في التريق السريع وحارط الخروج اسمها كرسية دي ديتش اللي راسيوني حارة الخروج التبطيق والخروج من الطريق السريع نتعرف على المواصفات هنا في معنا في الاول في صور نتعرف عليها اول صورة اللي هي اوتوسترادا اوتوسترادا زي ما احنا شايفين في هنا اتنين كرجعة طريقين لطور المركبات في طريق رايح وفي طريق جايب عندنا هنا كل كرجعة فيها ثلاثة كرسية يعني فيها ثلاث حارات مرورية كل حارة التانية بيفصلها خط ابيض والخط الابيض هنا متقطع معناها ان ممكن المركبات تنتقل من حارة لحارة تانية ما بين كل كرجعة او كرجعة تانية او طريق وطريق مركبات تاني فيما حاجة اسمها سبارتي ترافيكو اللي هو موجود في النص ده لما بيجي في الامتحان بيبقى لونه اخضر يعني هنا في دفاصل ما بين كرجعة او كرجعة تانية وهنا عندنا في حارة مرورية مخصصة للدخول اللي هي دي اتشي لراسيوني اللي هي دخلة فيها المركبة لونها برتقالي من على اليسار وفي حارة مخصصة للخروج اللي هي دتشي لراسيوني اللي هي حارة التبطيق والخروج اللي هي موجودة على اليمين تمام اوكي يبقى كده واحنا شايفين طبعا ما فيش اي تقطعات هنا على نفس المستوى ماشي وبعد كده تاني شكل معنا مكتوب ايه استراع دا استراع دا اكترا اوربانا برينشيب على يعني طريق رئيسي خارج المدن تمام طريق رئيسي خارج المدن هو تقريبا نفس الشكل اللي هو فيه اتنين كرجعة طريقين للمركبات وفيه ما بينهم حاجة اسمها سبارتي ترافيكو بتفصل ما بينهم وفيه حارة للتسريع والدخول دي اتشي لراسيوني وفيه حارة للتبطيق والخروج اللي هي دي اتشي لراسيوني تمام وما فيش اي تقطعات على نفس المستوى طريق السريع بس بيزيد بان هو بيكون فيه صور بيكون متصور زي ما احنا شايفين كده بيكون فيه صور كده من على الجانبين بيكون متصور تمام وطريق السريع طبعا بيكون ابا جامينتو او بيكون مدفوع بالدفع تمام فيه بعد كده عندنا الصورتين اللي تحت اول صورة اللي هي كورسيا دي اتشي لراسيوني بير انترار اين اوتو سترادا اللي هي حارة التسريع والدخول في الطريق السريع والصورة التانية اللي هي كورسيا دي اتشي لراسيوني بير او شيري دال اوتو سترادا حارة التبطيق والخروج من الطريق السريع تمام اعتقد ان كل الاشياء واضحة من خلال الصور اللي احنا شوفناها ومن خلال الشرح اللي احنا شرحناه طبعا وهنا عندنا فيه بعض التفاصيل نقراها مع بعض ونشوف وهنا مثلا لسترادة اكسرا اوربانة برنشيبالي يعني الطرق الرئيسية خارج المدن تسونو اكاررجات سيبارات يعني بيكون ليهم طرق للمركبات منفصلة منفصلين عن بعض ونن هما بيكون منفصلين عن طريق حاجز في النص اسمو سبارتي ترافكو وهنا عندنا لسترادة اكسرا اوربانة برنشيبالي الطرق الرئيسية خارج المدن تسونو دوتاتة يعني بيكون فيهم دي أبوزيتة آرية دي سوستة يعني بيكونوا مزودين بمناطق ينفع فيها الوقوف بحات خاصة للتوقف وهنا معانا لسترادة اكسرا اوربانة برنشيبالي الطريق الرئيسي خارج المدن يعني ليس له تقطعات على نفس المستوى اللي هي بيتم عبرها طبعا أكيد استحال يكون في تقطعات على نفس المستوى لأن ده طبعا هيكون خطر جدا ان هما يلتقوا بشكل مباشر نحط إشارة ضوئية في النص السمافر والكلام ده كله ما ينفعش طب الناس دي لما تحب تلف وتروح الناحية التانية ازاي بنخدمهم بتقطعات تانية اللي هي اسمها تقطعات على مستويات مختلفة أخدناها قبل كده اللي هي انترسيسيوني او انكروتشي اللي هي ممكن عادة من فوق عن طريق صفر باسي أو من تحت عن طريق سوتو باسي أو من خلال رامب اللي هي الوصلات تمام وهنا في عندنا الاستراد اكسرا اوربانة برنشيبالي برنشيبالي الطرق الرئيسية خارج المدن يعني بيكونوا متعلمين ده كرتلي متعلمين عن طريق لافتات كرتلي استرادالي لافتات للطرق دي انيتسيو فينا طبعا احنا شوفنا اللافتات ان اللافتة بيكون لونها أزرق وفي النهاية بيكون الأزرق ده ده علي خط أحمر معناه ان انتهى الطريق الرئيسي خارج المدن وانا الاستراد اكسرا اوربانة في الطرق خارج المدن برنشيبالي الرئيسية بوسونو تشيركولاري يستطيعون المرور أو السير سولو الكون كاتيجورية دي باكولي اا مطورة يعني بيستطيعون مرور بعض أنواع من أنواع المركبات ليست جميع أنواع المركبات ذات المطور طبعا تقدر أنها تنمشي عليها وهنا نالستراد اكسرا اوربانة برنشيبالي يعني في الطرق الرئيسية خارج المدن سي بوسونو تروفاري يمكن وجود انترسيسيوني اللي هي التقاطعات انكروتشي آليفالي سفلساتي ذات المستويات المختلفة وهنا نالستراد اكسرا اوربانة برنشيبالي الطرق الرئيسية خارج المدن خارج المدن أزرق في الأول أزرق في الآخر عليه خط أحمر ومش كل أنواع العربيات أو مش كل أنواع المركبات ذات المطور تقدر تمشي عليها وهنتعرف على الكلام ده بعد كده بالتفصيل المملي يعني مثلا مش هينفع يمشي عليها تشيكل المطور اللي هو يعني ليه ساعة حرارية قليلة والسرعة محدودة فيش تقاطعات مباشرة ما بيتقابلوس مع بعض التقاطع مباشر ولكن فيه تقاطعات اللي فليس فلساطي فوق وتحت تمام وهنا بنتعرف على الطريق الثاني اللي هو أوتوسترادا أو الطريق السريع ماشي وهنا أوتوسترادا أو الأوتوسترادا نونعين كروتشي أرازو كي لترافيرسانو يعني الطريق السريع لا يحتوي على تقاطعات على نفس المستوى يتم عبرها طبعا أكيد مش هينفع طبعا وهنا الأوتوسترادا الطريق السريع دوتاتا دي سبيتشالي كورسية بالإنجرسو اللوشيتا دايبا أكولي دايبا أكولي يعني لحرات مرورية مخصصة للدخول والخروج اللي هي أتشيلرازيوني وداتشيلرازيوني والأوتوسترادا أكار رجعت يعني لطرق لسير المركبات إندبندنتي يعني منفصلة مستقلة بزدها وهنا أو سيبارات أو منفصلين دا سبارتي ترافكو منفصلين عن طريق حاجز اسمو سبارتي ترافكو وهنا الموتوشيكلي اللي هي الموتوشيكليات أو الدراجات النارية عليها الساعة الحرارية كون شلندراتا دي ألمانو 150 سنتيمتري كوبي بصونو تيركولاري إيناوتوسترادا يعني يعني أنهم على الأقل لازم يكون لهم ساعة حرارية 150 سنتيمتر مكعب لما أكيني أجريكولي العربات الزراعية احنا فاكرين طبعا عربات الزراعية في منهم بعجل وفي منهم بجنازير أو أحزام ما بتمشي عليها والسرعة 40 اللي فيها كويتش والسرعة بتكون 15 للي بتمشي على الجنازير يبقى هنا لما على الطريق السريع ليس جميع أنواع المركبات تستطيع السير على الطريق السريع خروج المركبات من الطرق السريع بيحدث طبعا كرسية عن طريق حارض التبطيق والخروج من الطريق السريع لو تسترادا الطريق السريع دي بأسر لاترال منت ريتشين تعدا يعني الطريق السريع يجب أن يكون متصور به صور على الجانبين تمام وهنا معانا آخر حاجة اللي هي اسمها ألتري تيبولوجية دي سترادا يعني أنواع أخرى من الطرق وطبعا احنا خلاص كده عرفنا الطريقين اللي احنا قلناهم ونقول مرة تانية الطريق السريع اللي هو أوتوسترادا بيكون أقدر في الأول أقدر في الآخر وعليه شرطة حمراء خلص ماشي ما ينفعش يمشي عليه كل أنواع المركبات مثلا المركبات الزراعية ما ينفعش تمشي عليه الموتوسيكلات أو الدراجات النارية اللي هي ساعتها الحرارية أقل من 150 سنتيمتر مكعب ما ينفعش تمشي عليه تمام وطبعا ما فيهوش تقطعات على نفس المستوى أو ولكن فيه تقطعات على مستويات مختلفة اللي هي أ لفلساتي تمام أوكي وفيه عندنا هنا وطبعا بيكون متصور من الجانبين يعني بيكون في صور من الجانبين تمام وطبعا بيكون أبا جامنتو مدفوع أكيد فيه عندنا هنا يعني تصنيفات الطرق عندنا يعني الطرق بيكون لها أنواع مختلفة أول نوع معنا اسمه يعني الطرق الرئيسية والطرق السريعة والطرق الرئيسية خارج المدن اللي احنا تعرفنا عليهم وهنا يعني الطرق الخارج المدن ولكن هنا ثانوية ليست رئيسية وهنا سترادة سترادة أوربانة دي سكريمانتو يعني طرق داخل المدن ولكن بتكون سريعة شوية يعني بيكون فيها سير المركبات بشكل أسرع وهنا سترادة أوربانة يعني طرق داخل المدن دي كورتيارة اللي هي بتكون داخل المناطق يعني بتكون سكنية سترادة لوكالي لطرق المحلية وإتنراري تيكلوبيدون علي يعني ومسارات اللي هي المشاه والدرجات الهوائية معا وابا كده بنكون انتهينا من شرح الباب الأول أتمنى أن انتو تكونوا فهمتوا الباب الأول وأتمنى أن انتو تتابعوا معانا على قناة جسر عربي جسر عربي قناة العرب في إيطاليا مستنية اشتراكاتكم مستنية عجباتكم مستنية تعليقاتكم ومستنية اشتراككم كمان في الكرشات الخاصة لو تحبوا شكرا لكم ونلتقى إن شاء الله في الحلقة القادمة شكرا لكم شكرا لكم